السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد وهذا هو الشق الثاني من الفيديو السابق الشق الثاني مثل ما وعدناكم راح يكون حول كيفية تلف البيانات من وحدات الخزن ومنع الوصول إليها بأي شكل من الأشكال وعدم إمكانية استعادتها حتى بأقوى برامج الاستعادة شنو الطريقة اللي راح نتبعها راح نشوفوها بهذا الفيديو خليكم تابعين حتى النهاية ومثل ما قمنا بالفيديو السابق بتناول تجربة عملية حول كيفية استعادة الملفات هنا راح نتناول تجربة عملية أيضا وهم راح نأخذ فلاش ديسك بحجم 32 جيجا بايت راح نحطه بالحاسوب حتى نتناوله كعينة أو كفار تجارب لهذا الدرس راح نربطنا الفلاش على الكمبيوتر راح نجي حاليا نروح إلى البيسكتوب بهذا الشكل وننزل هاي النافذة تحت ونجي نأخذ هاي الصور اللي تناولناها بالدرس السابق نفسها ونسوي لها نسخ ونجي نحطها داخل الفلاش بهذا الشكل نسوي لها لصق حاليا جاي يلصق الملفات اللي نسخناها داخل الفلاش ومثل ما شوفون صار عندنا مجموعة ملفات حجم عددهم عشرة داخل الفلاش بهذا الشكل حاليا الفلاش مالتنا بعشر صور نريد نتلف هذه الصور حتى الفلاش مثلا ننطيدي شخص معين وما نريده ما نريده يستعيد هذه الملفات بأي شكل من الأشكال فرح نتبع الطريقة التالية أول شي حتى نتلف البيانات بشكل كامل رح نجي نشفر الفلاش بالخوارزمية التشفير اللي تعرفنا عليها بأحد الفيديوهات المنشورة على قناة سابقا فرح نجي ندوس الكيمين نجي نقول لها تورن اون بيت لكر أو نشغل خوارزمية التشفير اللي المشهورة اللي حكينا عنها في درس سابق ونقول لها use a password to unlock this drive ونجي نخلي password خلينا باسورد الفلاش ونقول لها next وهنا نجي نخزن الملف ما للتشفير على أي مكان على سطح المكتب وليكن هنا نقول لها next وهنا خوارزمية التشفير مثل ما تعرفنا بأحد الدروس اختار هذه الطريقة الأولى حتى تكون سريعة نقول لها next وهنا نجي على الكمبيتابل ونقول لها next ونقول لها start encrypting هنا رح يقوم بعملية تشفير الفلاش بخوارزمية البيت لكر ننتظر لحد ما يكمل عاليا هو جاي يتقدم وواصل نسبة التقدم مالة 99 بالمية ننتظر لحد ما يخلص ويصير مية بالمية تم تشفير البيانات بخوارزمية البيت لكر مثل ما شفته سوي لها close طبعا مو شرط يكون فلاش حتى عندك هارد ديسك او اي وسيلة تخزين فلاش ميموري او ميموري مع التليفون او اي شي تريد تتلف البيانات تتبع نفس الطريقة حاليا شفرنا الملف وشفرنا الفلاش بخوارزمية البيت لكر والملف مفتوح حاليا ننتزع الفلاش بهذا الشكل نامنا وننتزع بهذا الشكل انتزعنا من الحاسوب نرجع نشيله ونرجع على الكمبيتر حاليا ننزع الفلاش نزعناه ونرجعناه مرة ثانية حاليا الفلاش اربط على الكمبيتر وهنا مثل ما يشوفون ما انطاني اذن بالوصول منعني من الوصول الى الفلاش فلا وردت اوصل للفلاش او افتحها راح ادوس كليك يعني عندما يكليك عليه راح يطلب مني الباسورد ما لتا فاني ما اريد افتحها اصلا فراح اقول له الغاء بهذا الشكل انا هدفي انه اتلف البيانات اللي بداخله بشكل تام وامنع اي شخص من امكانية استعادة هذه الملفات فراح ادوس كليك يمين على الفلاش او الهارد ديسك او اي واحدة تخزن انت تتلف البيانات اللي عليها وقل له فورمات راح يجي يقول لي شون نوعية الفورمات التي تريدها اي نوعية فورمات ولي يكون كويك فورمات وقل له ستارت وقل له اوكي هنا انا جاي اكثر خوارزمية البيت لكر ولكن خوارزمية البيت لكر بسبب قوتها في حالة عمل فورمات في حالة محاولة اجتياز الحماية الخاصة بالبيت لكر تقوم بتلف البيانات بشكل تام وتمنع استعادتها باي شكل من الاشكال وحاليا راح نتناول تجربة عاملية لامكانية هذه الخوارزمية بتلف البيانات فحاليا نحنا خلينا ملفات وشفرناها بالبيت لكر ورجعنا فورماتناها خلينا نشغل برنامج الاستعادة ونحاول نستعيد نستعيد البيانات اللي خليناها على الفلاش باول الدرس فنفتح برنامج recover my files الاصدار الخامس مثل ما شوفون اللي تناولنا شرحها بالدرس السابق فنأتي نقول له recover drive ونقول له next نأتي حاليا نختار الفلاش اللي ربطناه حتى نستعيد من البيانات ونقول له next هنا نأتي نختار حفية الاستعادة فنقول له drive recovery using selected file types ونقول له next تجينا نحدد الصور بهذا الشكل والغرافيكس مثل ما شرحنا بالدرس السابق ونقول له start فهنا رح يبدأ يعالج الميديا عذرا يبدأ يعالج الميديا الخاصة بهذا الفلاش ويقرأ البيانات اللي اه موجودة عليه او البيانات اللي قابلة للاسترجاع على هذا الفلاش فحاليا البرنامج جاي يبحث عن اي ملفات قابلة للاستعادة فخلي ننتظر شوية هنا بدأ مثل ما شوف يلقى بعض الملفات خلي نشوف سنوع نوع الملفات ندوس عليها بهذا الشكل شوف كلها ملفات خاصة بالبرنامج البرنامج هي اعتقد هي افتراضية يخليها داخل الفلاش اللي او الواحدة تتخزن اللي انت تريد تسترجع منها هنا هي ملفات افتراضية الملفات اللي نحن مسحناها هم عشر صور نحن قمنا بوضعهم داخل الفلاش قبل ما نطبق عليه الدرس فلحد الان عجز البرنامج عن استعادتها فخلينا ننتظر للنهاية ويشوف رح يتمكن البرنامج من استعادتها او لا طبعا هذا البرنامج من اقوى برامج استرجاع البيانات اه فاذا عجز هذا البرنامج عن استعادة الملفات هذا دليل على انه هاي الطريقة ناجعة وعملية في تلف البيانات الشخصية ومنع اي شخص من الوصول الها باي شكل من الاشكال فتقدر تناول هذا الشرح تتعلم منك كيف تلف البيانات اللي على الهارد ديسك مثلا انت عندك لابتوب بيها هارد ديسك بحجم خمسة دقيقة تان بيه بنفاتك الشخصية وانت تريد تتبيع هذا اللابتوب ولكن انت غير مطمئن اتخاف له الشخص مثلا يقوم بعملية استرجاع لبياناتك الشخصية فهذه الطريقة ناجعة جدا بتلف البيانات وايضا اذا عندك فلاش ديسك تريد تنطي او تريد تبيعه لشخص معين ايضا تقدر عن طريق هذه الطريقة تتلف البيانات كلها وما تخلي اي شخص يسترجع ملفاتك الشخصية حاليا هو وصل 17 ملف خلي نشوف شنو هاي الملفات اللي يسترجعها ماكو اي ملف من الملفات اللي نحنا خلناها داخل الفلاش مثل ما شوفون كلها عبارة عن اي قونات خاصة ببرنامج الريكوفوري هو يحطها بشكل افتراضي دلالة على انه اه جاء يرجع ملفات ولكن كلها كلاوات لانه بخوارزمي تدبت لكر اه بعد ما تشفر اي واحدة خزن وتكون بعملية فرمتة الها ما راح يمكن يمكن استعادة اي ملف من هذه الملفات اه باي شكل من الاشكال ولكن حتى يكون الدرس واقعي والتجربة عملية وكاملة راح نخلي الاسترجاع يكمل حتى النهاية حتى يكون التجربة واضحة وكاملة امامكم فرح اخلي البرنامج على الاسترجاع حتى النهاية فخليكم ويانا موسيقى موسيقى بذل ما شوفون شبابه هنا خلص عملية البحث. ونطعني ألف وثمانمية وواحد وخمسين ملف. قد نشوف شنو محتوى هاي الملفات و رح نقدر نشوف الملفات اللي يعني الملفات اللي نحن مسحناها بعد عملية النقل او الكوبي اللي عملناه رحيطلع بها ملفات اللي مسحناها وفرمتناها ولا لا. فين نأخذ نظرة سريعة السريع ايش نقلب الملفات المسترجعة. كلها ملفات بصيغة غير معروفة مثل ما تشوفون. خل نخزن الملفات save. بهذا الشكل او نحدد ال lost ونقولها save. نأتي نختار ال recover اللي حطيناه قبل شوية او نأتي نفتح ملف جديد اخر. نقود على my computer. recover two. نأتي نختاره من هنا. نقول له اوكي. نقول له اوكي. رح يخزن الملفات اللي استرجعها. حتى نتأكد انه الملفات رجعت او لا. فليكمل عملية الخزن. انا راح اوقف الفيديو مؤقتا بهذا الشكل. وترككم مع نافذة الاسترجاع. شاب مثل ما تشوفون هنا كمل عملية الخزن وخزن اه الف وثمانمية وواحد وخمسين من الف وثمانمية وواحد وخمسين تم تحديدها. فنقول له اوكي. ونسد البرنامج. نقول له ياس. ونروح على ملف اللي يخذلنا بيه او الملف اللي يخذلنا بالصور او المسترجعات. فنروح على recovery two. بهذا الشكل نروح على recovery two وفوت على الاي. خلينا نجي ندور على الملفات اللي كنا خازنيها داخل الفلاش. فمثل ما شوفون رجع لي ملفات عبارة كلها عن ملفات فوتوشوب غير معرفة. وطبعا اه ملفات اه كلها عبارة عن تيمب وملفات غير مفهومة. فحتى لو وردنا نفتح هاي الملفات اللي في صيغة فوتوشوب خليدينا نجي نفتحها ونجرب شوف تفتح لحدنا او لا. ومثل ما شوفون انت هنا هنا خطأ دلال على النص الملف تالف وغير قابل للفراءة. هذا يدل على انه العملية نجحت وتم تلف البيانات بشكل اه جيد. و اه اذا استخدمت هاي الطريقة ما رح يقدر احد يرجع بياناتك الشخصية اللي انت اه تلفتها او اه اه استعادتها بأي شكل اه من الاشكال. هذا كل شي اللي عندي لفيديو اليوم. واتمنى يكون الفيديو عجبكم ولا تنسون اتبعونا الفيديو السابق läانه عليها علاقة بهذا الفيديو فهذا كل شي اللي عندي اتماني يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو تنسون بالاعجاب في الفيديو. والاشتراك بالقناة والتفعيل. زر الجرس حتي اهوضلكم بكل جديد خاميكم سيفك الدعوية مقنطقة الدعوية تيك في امان الله شباب